السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبب 3 آب أغسطس القمر اليوم موجود في برج السرطان لغاية الساعة 11 والتسع دقائق من صباح اليوم السبب بتوقيت جرينتش يعني قرابة الظهر لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد ورح يظل القمر موجود في برج الأسد لغاية الساعة 9 و16 دقيقة من مساء يوم الاثنين بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3 ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم السبب لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو بما أن القمر رح يظل موجود في برج السرطان لغاية ساعات الظهر معناته منظل منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومن حاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا ومن ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء برضو ممكن تراودنا بعض الذكريات اللي بتجعل البعض منا يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي وإحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام لأكلنا وشربنا ومراقبتهم بهذه الفترة لأن الشهية بتكون مفتوحة لتناول الطعام يجب تجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضى وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة 5 و 16 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والفن والميلة كل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 و 31 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات تتعلق بالفن والديكور والتجميل وهذا هو وقت مناسب للراحة صحيح إنه بتزيد حساسيتنا ولكن حساسيتنا بتزيد من ناحية إيجابية لأنها بتكون حساسية ورومانسية وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي مدته مش طويلة يعني ورح يبدأ الساعة 10 و 31 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش ورح ينتهي الساعة 11 و 9 دقائق صباحا بتوقيت جرانيتش هذا بيعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و 9 دقائق صباحا القمر خلاص بيستقر في برج الأسد عشان هيك من ساعات الظهر بيصير الناس من حولنا في هذا الوقت أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا بينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهويات ومشاركة العاطف مع الأحبة ويمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات أو نصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبائنا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال برضو هاي فترة جيدة للاستثمار والبعض ممكن يشتري مجوهرات ثمينة بهاي الفترة ومنكون جارئين ومنرتدي الملابس العنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و18 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبرضو بتتوجه اهتمامات الأغلب للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا ولكن بشكل سلبي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعة الظهر بظل عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء السفاق والجهاز اللينفاوي وعظم الصدر أما من ساعات الظهر وما بعد بصير عندنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هذولا اللي بصيروا أكثر حساسية من ساعات ما بعد الظهر طبعا يوصى اليوم بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها طبعا والتكميم ما بنصح فيه لأنه لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ما فيه أي مشكلة أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن زي ما ذكرنا أنه التكميم ما بنصح فيه لغاية ساعات ما بعد الظهر بعدها مش مشكلة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الأسد خلو المسار القادم بيكون يوم الاثنين بيبدأ الساعة ثلاثة وخمسة عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة تسعة وستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر ثماني وعشرين يوم الساعة وحدة وثلاثين دقيقة فجرا نبدأ باليوم التسعة وعشرين نسبة الإضاءة صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الآن ساعة العصر سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في السرطان ورح ينتقل للأسد في ساعات الظهر ورح يضل في الأسد ليوم خمسة ثمانية سعيد الآن بنسبة خمسة وثمانين في المية ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة ستين في المية وبيكمل طيلة النهار على هاي النسبة عطارد في العذراء حتى يوم خمسة ثمانية سعيد بنسبة خمسة في المية طبعا رح يبدأ عملية التراجع يوم خمسة ثمانية فبدأت ابتداء من اليوم الآثار السلبية بشكل مباشر أو ملموس لعطارد أو تراجع عطارد الزهرة في الأسد حتى يوم خمسة ثمانية منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم أربعة تسعة سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم تسعة عشر منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% إبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمعولية برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر بتنهمكم في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهمش إنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أي شخص خصوصا المقربين منكم أو من أفراد العائلة وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصص فترة من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء ما زالت ضاغطة والمسؤوليات كبيرة وممكن تكون على موعد فيه ارتباط مهم فما بجوز الفشل أما من ساعات الظهر وما بعد بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات وكثير من الإيجابية والحضوض برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعة الظهر بتنشطوا في السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات صحيح أنه اليوم مناسب لا اجتياز امتحان أو مقابلة وبتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة دافوا عن مبادئكم ولكن بليوني ودبلوماسي وانتبهوا لكلامكم واحفظوا خط الرجعة ممكن اليوم تتمم لقاء أو اجتماع عمل مفيد وتتخذ خلاله بعض القرارات المهمة أما من ساعات الظهر وما بعد هنا التركيز بصير على الأمور العائلية والبيتية فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ولكن ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بيحمل لكم لغاية ساعة الظهر فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية أهم شيء أنه تخففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات وبتتجرأوا في النقاش فترة مناسبة لبحث موضوع مهم ولا تقديم الامتحانات والمطالبة بحقك أما من ساعات الظهر وما بعد هنا النشاط بصير عالي جدا والطاقة بصير عالي جدا وبتنشطوا بالسفر والاتصالات ولكن تكونوا أكثر وعياً على الطرقات برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعاً أنتم ما زالت مشحنهم بالنشاط والحيوية وأنكم قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم من الآن وحتى ساعات الظهر أهم شيء أن ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحقق انتصار أو تظهر بعض المزايا الرائعة اللي بتلفت أنظار الجميع وهي فترة إيجابية طبعاً هذا الأمر رح يضل بطاقة عالية جدا لغاية ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة وبرضو رح تتسلط الأضواء على الدعم الخارجي وربما على اهتمامات مالية وقروض وديون بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً رح يضل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الظهر لعديد ما القمر يوصل لعنكم فعشان هيك لغاية ساعات الظهر أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة وإعملوا بشكل روتيني بتكونوا مرهقين قليلين الحماسة ما تنتظر جواب لأن الظروف فارغة من الحضوض أو أي وعد وما تعتمد على أي وعد يقطع إلك في هذا الوقت ولا تستعج الأمر عشان ما تخيب آمالك أما من ساعات الظهر وما بعد بتمتلقوا بعد هذا الوقت نشاط وحيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا تناسب وضعك الحالي وبتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتتجنبوا انتقاد أي شخص صحيح أن الفترة هاي بتحمل فرصة لمناسبة لحجد التأييد والدعم وهي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد المعارف وانت بتمتلك القدرة على التواصل ولكن حاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات الظهر لأنه من ساعات الظهر وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر رح يوصل لبيت المتاعب فلا توقع على عقد ولا تحسم أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن وحتى ساعة الظهر بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم من الآن وحتى ساعات الظهر فترة مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو ممكن تحمل لك هاي الساعات مسألة شخصية تسبب لك بعض القلق أو عبب يتعلق بالمنزل أو أحد أفراد العائلة ولكن الأهم إنك ما تجازف باستقرارك وبالمعنوي أو الشخصي يهدئ من روعك أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعة الظهر بظل النشاط بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو الامتحانات أو الدراسة أو اللقاءات العاطفية ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج لها مسألة ضاغطة وهي فترة جيدة ومنعشة إلى العلاقات والتحالفات ولكن بدك تكون حذر من المتاعب والوعكات الصحية أما من ساعات الظهر وما بعد بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وتعتبر فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدك تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر بظل التركيز على الشؤون المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض صارعوا لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين وما تسمح للخلافات بالتأزم ولا سيما مع الأحبة ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع وعبر عن أراءك بهدوء وما تستفز أحد أما من ساعات الظهر وما بعد هون بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اللقاءات العاطفية أو الاتصالات العاطفية أو التعامل مع الأجانب أو الامتحانات من ساعات ما بعد الظهر كلها إيجابية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فبظل اهتمامكم مصبوب على موضوع الشراك الشراك المالية العاطفية حاولوا انكم تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركائكم سواء بالعمل أو العاطفة واحذر لأنه ممكن لأنها فترة متوترة ممكن تتورط في أزم ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو تغير نمط معين من حياتك أو ممكن تواجه انتقاد أو ممكن أنت توجه انتقاد لشخص وهذا الشيء رح يعمل مشاكل كبيرة فأبدأ تكون حذر أما من ساعات الظهر وما بعد هنا القمر بنتقل للبيت الثامن فبصير تركيز كله على إعادة تنظيم أموركم المالي المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم أكثر فأكثر لأن القمر بيقترب من مقابلتكم في ساعات الظهر فحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وما تدخلوا في مواجهة مع زميل في العمل برضو ممكن يكون في كتير من اللقاءات والاجتماعات أو بتحضر لورشة عمل أو بتهتم لوضع صحي في هذا الوقت فبدك تكون حريص على عملك وتباكر إليه وحاول إنك اتمم التزاماتك على أنواعها أما من ساعات الظهر وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما ضخم الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بظل رغبتكم قوية في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات الظهر ولكن حاولوا تفاههم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن تحتفل بإنجاز أو انتصار أو تنمو بعض العلاقات وتزدهر وهي فترة مثمرة كثير الانشغالات والتحركات فيها كثير من الحضوض والنجاحات أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتكن تنتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بالتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك من ساعات ما بعد الظهر بدك تركز على الأعمال الضرورية والمهمة وما تلتهي بالأمور اللي ما في منها فائدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر